على هذه الأرض ثم تتاريخ وثق بزوغ حضارة السومرية والأشورية والبابلية والأكادية ليكون العراق بمضيه وثيقة تأريخ للزمن والإنسان لكنه ينزف منذ ما بعد 2003 جراء مستبيح على أرضه من نهب أكثر من 15 ألف قطعة أثرية لم يسترجع منها سوى 7 ألاف قطعة أثرية وفي مناسبات رسمية أعلن العراق استعادة بعض تلك القطع الأثرية المهمة لتاريخ البلاد ومتحفها الوطنية آخرها ما أعلن عنه رئيس الجمهورية لطيف رشيد باستعادة قطعة من إيطاليا لكن الزائرة للمتحف الوطني اليوم قد يجد الغصة بين جدران ما أكلته أيدي النهب والسلب التي أفقلت تركة الخسارة العراقية منذ نحو 20 عاما وحتى الآن ومثلها خسارة المقدرات والثروات وكنوز التاريخ العراقي التي ذهبت سودان بفعل حفريات غير قانونية في مواقع أثرية مهمة في البلاد تغيب الأرقام الرسمية عن رصد نصف الآثار المهربة خارج البلاد كما تواجه الدولة بأجهزاتها الأمنية عملية سلب مستمرة داخل الأراضي العراقية سيما تلك المرتبطة بنفوذ عصابات التهريب والتي تنامت بعد الإرهاب الداعشي الذي دمر مجسمات وأماكن وقطع أثرية مهمة تمكن العراق من استعادة 17 ألف قطعة أثرية من أمريكا و364 من لبنان من بين المستعاد 9 قطع أثرية و7 أختام تعود إلى العصر البابلي بينما أكدت اليونسكو العمل على استعادة أكثر من 40 ألف قطعة متناثرة في أنحاء العالم استعيد منها 30 ألفا بين عامي 2017 و2022 إلا أنها عملية نهب تعتبر الأكبر في التاريخ العراقي تضاف لأزماته الثقال دون بريق أمل بحل لها على المدى القريب